هه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنا سألوكم في انطباع الحلقة الثانية من انيمي دورورو انيمي مجنون إذا انت ما شفت الحلقة الأولى من حلقة الثانية نسكر الفيديو الآن وروح شوفهم بسرعة وتعال شوف الانطباع وخلونا نبدأ قبل أن نبدأ الانطباع بس محتاجين فزع منكم يا النكمة والأخوية أنتوا روعة ودائما دعمين نعرف ذا الشي في تصويت سواء الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأفضل إفنت رياضي حق الجيمينج ما الجيمينج صار في السعودية في هذه السنة سنة 2018 وأيضا على أفضل لعبة وعلى أفضل قناة وما إلى ذا القناة جيمينج مش قناة إنيمي فحنا مش دخلين في التصويت كاياي شو بس حافل جيمنيشن اللي احنا شاركنا فيه داخل في هذا التصويت محتاجين دعمكم أيها الأوتاكو في التصويت على هذا الإفنت ادخل على الرابط مربع لوسطاعة القوناة وصوت لي جيمنيشن إذا حضرت الفعالية وشفت أنها فعلا جميلة قوية صوت لها وعاد القنوات والألعاب هذه ما تركها لك أنت اللي حضرتها ممهلاً وتقدر تصوت مسحك جيمنيشن وتطلع أو إذا تبدأ تصوت البقية صوت براحتك يعني هامشي جيمنيشن أنتوا بنا كما وهم بالنسبة لنا شركاء وحلفاء ونتمنى لهم التوفيق في هذا التصويت فدعمونا بالتصويت لهم يعطيكم العافية طبعاً أول شي خلونا نبدأ بتصحيح معلومة مهمة جداً كلنا كنا نظن أن المانجا قديمة وأنها أنيمي جديد وصدمنا أن لا هذا الأنيمي ريميك يعادة إنتاج لهذا الأنيمي من جديد بصورة وحلة رائعة جداً لأن الأنيمي القديم من هذا الأنيمي درورو أنتج سنة 1969 أسود وأبيض وهو من الروائع المبدع والذي يسمى الأب الروحي للمانجا أسمات تونوزاكي ناسي الأسم بالضبط ولكن يسمونه أو العراب اللي سوى الليث الأبيض وسوى أسترو بوي كوكي العجيب أعمال مجنونة جداً لهذا الكاتب هذا أحد أعماله القديمة جداً ولكن كان نسويه أسود أبيض حتى الرسم تشوف لو شفتها تقول هذا كوكي العجيب هذا الليث الأبيض كذا الرسم والله العظيم تعبان تعبان جداً بس يستاهل الأنيمي القصة تستاهل الأنيمي والأنيمي هذا يستاهل ريميك وهذا دليل على أن الأنيميات القديمة قاعدة ترجع بريميك وأسطورة وحلة بهية جميلة جداً جداً وإذا كانت القصة دي استحقت في ذلك الزمن فهي تستحق عادة إنتاجه الأنيمي هذا رح يكون رهيب بإذن الله هذا الموسم أنا متفأل فيه صراحة حتى الآن الحلقة الثانية شي 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 أسطوري إخراج الأكشن الرسم القصة كل شي فيه مثير وخطير جداً 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 طيب حين خلونا نبدأ لهم طبع بداية الحلقة جاءوا لنا الشايب اللي كان يمشي بالغتار حقه وكان الغتار حقه فيه نصل وقابل وحش جديد هالمرة وضخم جداً وراسه كبير ولكن ما قاتل ويوم كان يشوفه طبعاً الشايب هذا عمي فهو يشوف بالحس حقه يستشعر بالطاقة الروحية اللي قدامه مش الهكي حقهم بإسناف ذاك الوقت يتمنى الطاقة الروحية حنا سوينا live reaction لهذه الحلقة فإذا تبتشوفها ادخل على مربع الوصف تحت رح تلقى ردت فعل مباشرة لي أنا وإبراهيم على هذه الحلقة فمن أول ما شفت أنا قلت هذا يا جماعة يعني مبينة مش روح شريرة لو إن روح شريرة كان هذا على طول طلع سيفة وبدأ يقطع زي ما صار في الحلقة الأولى يوم كان قبل 16 سنة أو 15 سنة ما يتذكر بالضبط كم عمر البطل حالياً قتل أي روح شيطانية ظهرت من قبل الفاتح الصغير دورورو التسق بالبطل أخويننا هي صراحة رغم أني شفت الكاتجو عرفت لأنه إسا ما حفظت النطق حق اسمه البطل اللي متقطع دينا اللي وقفت اللعنة التضح أنه ما يشوفه نهائياً لا يزال يشوفه مجرد طاقة بيضة روح بيضة وما يسمعه ولا يقدر حتى يتكلم معه للنظار اللي الأم مع له لسان بس اللهم أنا طلع على وجه تأكدنا أنه فعلاً طلع على وجه جلده على وجه أخيراً ظهر فيبدر يرمش مع أن العيونه لا تزال صناعية ما عنده عيون بمعنى لما تطلع العيون بعدين هذه العيون اللي عنده راح تطيح وتطلع العيون حقيقية بدالها بدال العيون الصناعية اللي بتطيح أيضاً توضحت تأكدت نظرية محمد ما شاء الله عليه صادها من الحلقة الأولى أن الشايب هذا الملتح اللي يمشي يركب حق الجثث أعضاء كان فعلاً هو من ركب جثث لهذا البطل طول 16 سنة كان يسوي له عينات وكان يسع يركب له يفك ركب يفك البطل اللي كان اسمه هيكي مارو أخيراً ذكرت اسمه هيكي مارو تكلم أخيراً للكاتب عنه بصوت أنه بسبب أن الطفل الصغير درورو روحه كانت بيضاء سمح هيكي مارو أنه يكون جنبه درورو طبعاً توضح أنه برضو يتيم أم ميته في هذه الحلقة بس ما ندري كيف ماتت وليش ماتت وبرضو شكل الدم اللي ظهرت المرة اللي ظهرت مقارب لشكل أمه بس كيف ماتت أمه وكيف صار يتيم وإن الحاش ما ندري أظهر لنا الكاتب جزء من شخصية درورو وأظهر لنا أنه هيكي مارو يعرف اسمه ويقدر يكتبها بالكنجي يعني أن الولد يفهم بس إلى الآن ما يقدر يسمع ما يقدر يشوف ما يقدر يتكلم فكيف عارف يكتب اسمه صراحة معجزة بالنسبة لي صاد هيكي مارو السمك يعني وراكي الكاتب أنه يقدر يتحسس الأكل ويأكله ويقدر يستطاد السمك عن طريق الاستشعار وبالطقر ويحكي تسمك وما إلى ذلك وكان بأكله نيئ حتى ولكن درورو طباقه ولع على النار ورانا يعني مدى حرفة درورو ودرورو يتكلم يتكلم وذلك ما يردالي بالأخير يقول لها أنت بدون اسم والله لو شفتوا live reaction أنا مت أنا أبراهيم متنا متضحك على هذه الحلقة مجنونة مجنونة الحلقة صراحة انضحك كوميديا اكشن حماس كل شي موجود فيها إثارة يعني أجواء مخيفة على خفيف درورو أقنع هي كاميرو لنخلنا الروح أجيب لك فلوس نقتل الشيطان أنت تقدر تقتل الشياطين فالقرية يقولون عندهم شيطان خلنا نروح نقتله ونصيده طبا من أول ما دخلنا وميجيبون هل تريد هل تريد الذهب يعني هذا برس كبير وأنا عارف أنه مو بهذا الروح الشريرة تأكدت أن هذا موش الروح الشريرة بس ليش جايبين أو شسالفتها ما ندري ومن أول مرة عند بانداي المرأة هذه الروح الشريرة عرفت برضو أنه روح الشريرة حسيت كذا وأول ما فك هي كاميرو يا دقلت خلاص خلاص هذه الروح الشريرة بس كيف هل هي فعلا روح الشريرة هل هي متلبسة هل وراها شيء شكيت أنه وراها شيء متلبسة بينما طلعت لا لا هي فعلا شيطان أو بعدما تلبسها شيطان تحولت إلى شيطان بالكامل وأن القرية يمسكون المسافرين يقتلونهم وأن هذا بورس كبير هو أول مسافر اقتلوه ولهذا السبب يحسون تاني بالضمير لم يقتلوه خدعوه وخدوا ذهب حقه مع أنهم عايشين في غناء مو طبيعي بسبب أنهم قاعدين يقتلون هالمسافرين فالشايب كان من المسافرين ومر من هنا وكانوا يقتلون نفس الشيء وحطوه في المستودع لأنه استشعر بنفس الطاقة الشريرة حقه بانداي إلى الآن ما نعرف وش قصة هذا الشايب منين جاء الطاقة الروحية ونقدر يشوف روحك البيضة وعلى شوفك لونك أبيض لنك طيب ما فيك شيء والشياطين يشوف اللون روحهم أسود والغيلان برضه توقع لهم طاقة روحية غير فاللي واضح حاليا أن بانداي هي أحد الشياطين الشريرة الاثنى عشر اللي موجودين في المعبد واللي يوضح لنا حاليا أن كل مرة يا كيمارو يقتل واحد منهم يسترجع شيء من جزء لأن أجزاء جسمه تم التضحية فيها لهم فكل ما قتل واحد منهم يسترجع مو بأي شيطان لا لازم يكون واحد من الثنى عشر ذي لي بانداي الشيطان يوم تحولت قدام هي كيمارو كانت تتكلم عن شيء أنه سمح لك أنك قتلت واسترجعت ما دعا أن كانت تتكلم عن الشيطان اللي قبل اللي اقتله هي كيمارو أم تتكلم عن الأب نفسه ما فهمت صراحة إلى الآن هذه النقطة ما توضحت من رجل نظري هتوقع في الحلقات القادمة رح تبيض توضح بشكل أكبر أسلوب قتال هي كيمارو مجنون بكل ما تعني الكلمة هو لسه ما عندي أيدينا السيوفة هي متأكد أنه لما ترجع أيدينا بيصير أقوى وأقوى لما يبدأ يستخدم السيف يعني هو ما شاء الله السيف في خسرة حاط السيف إلا أن تدرب عليه أو أنه يستخدم يستخدم فلما يوصل أنه ترجع لأيدينا رح يستخدم السيف بسلوب أقوى من انها تكون ايدينا هي السيف بيكون المدى حق ابعد حركاته مرة مرة سريعة حاليا قتاله مع الشيطان بانداي كان رهيب وسطوري افضل حتى من قتاله مع ذاك وحش البحر او نحش النهر اللي هو غرقه بالجسر ذاك بس غرقه وبس هنا لا نتف بانداي قتل وحش نفسه ويوم رجعت بانداي طلعت في جسم المره نتافها مره داني والله عظيم تقطيع اسلوب قتاله دموية رهيبة جدا 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 احد الاشياء الجميلة برضو بداية العلاقة بين درورو وهي كيمارو كانت جميلة ووجود الوسيط للشاب اللي الان معرفنا ايضا اسمه جميلة جدا وتحس ان ان بدي يصير معاهم في الرحلة يعني الى وين بيروحون هل بتزداد عدد الفرقة اكثر متى الكاتب يكشف لنا ماضي درورو متى بيكشف لنا اكثر عن هي كيمارو هل يعرف منه ابو ولا لا هل يعرف منه امه ولا لا هل بي اذا قبلهم اش بيصير متى بيسترجع ذا ذا وذا طبعا في نهاية الحلقة جاولنا ان احد الشياطين انقص اللي داخل المعبد ذاك انت بثل حقه انقص وبعدها على طول بدأت تثير على هي كيمارو انه زي الاعصاب بدأت تنبني داخل جسمه فهل رجع للنظام اللي عصبي في جسمه ام ان العصاب دي بتوصل لين عند عيونه بتدفع العيونه او سمعه احس ان يحتاج احد الحواس صراحة يأمل لسان يأمل السمع يأمل العيون لازم يشوف يسمع عساس ان تطور القصة اكثر ويبدأ يفهم اكثر ويبدأ يتكلم اكثر بيكون شي جميل جدا بس تعمد الكاتب انهاية على تعليق حلوة عساس تتحمس الحلقة الجاية انه ما تدري شي اللي بيرجع شي اللي بيرجع لا شي اللي بيرجع طبعا احلى شي بالنسبة لي يوضع الكاتب ان اهل القرى كانوا ندمين على قتل ذلك الشيطان وكانوا اساسا يبون هي كيمارو ودرور يقتلون الشيطان هل تريد هل تريد صوت الجرس حقا اللي يطلع ان بضميرهم خلي اذانهم وعقولهم تستجن ان احنا قتلن انسان بريء ما لا ذنبه وصرقنا الذهب حقا ورغم انهم راضين بالعيشة الحلوة المتعة والفلوس بس برضو تانيب الضمير موجود فكانت لمسة حلوة وتوقع ان في كل مرة بيقتل فيها هي كيمارو الشيطان بوريك ما ده تأثير الشيطان ده على القرية او المدينة اللي هم فيها ممكن يمشي بده السيناريو ممكن ياخد السيناريو مختلف صراحة ان الان ما نبقادر اقرأ سيناريا انت تخيل القصة دي قديمة يعني نمطها قديم وغريب جدا لا تعتقد انها مثل نمط الانميات الجديدة اللي متعودين عليه بيكون شي مختلف صراحة انا متحمس لها متحمس لها ومتأكد انه القاد فاضل العراء بحق المانجا اسوما تزونك ما اختار هذه القصة ان يسويها الى انمي اسود ابيض الا انه كان فيها شي مميز جدا 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 ننتظر نشوف الريميك كيف راح يظهر لنا روعة هذا العمل وابداعه وقصته اتمنى اني ما احبط في نهاية تصراحة الخايف واللي يعرف النهاية بليز بليز لا تجي تحرق لا في الكومنت ولا في البث ولا في اي مكان خلونا نستمتع بهذه القصة حتى نقدم لكم انطباعات ممتعة ومتحمسين فيها في اللايف ريأكشن وفي الانطباع الحقيقي كذا نصير وصل لهاية انطباع لهذه الحلقة اتمنى انكم ما طررت عليكم في الختام قولوا معاي سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا الى انت استفرقتم اليك لا تصور الاشتراك في القناة بيطارك الزرين وبضغط على زر الاعجاب والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة